مشاهدين الكرام دروت ياسيب حضرتكم مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع منا تفضل يامن شكرا لك هدير التسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم موسيقى وجه رئيس عبدالفتاح سيسي بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدقيقة لأي تحديات رهنة قد تكون قد استجدت وتواجه مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الرئي والزراعة وعدد من المسؤولين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي وتم استعراض الموقف التنفيدي الحالي لمشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان على مستوى الجمهورية قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن زيادة السكانية هي قضية محورية للدولة مؤكدا ضرورة تكامل دور الحكومة والبرلمان في هذا الملف المهم وخلال تعقيبه على مناقشات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب أوضح مدبولي أن الحكومة تأمل في الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بشأن تفاوض مع صندوق النقد الدولي في غضون شهرين وخلال المناقشات أضاف مدبولي أن الدولة مستمرة في دعمها لقطع السياحة وسيتم افتتاح مطار العالمين قبل الموسم الصيفي لاستقبال السائحين موضحا إن مطار العالمين سيتم افتتاحه في يوليو المقبل ويتم تنفيذ تطوير كامل للمطارات لدعم قطاع السياحة بحث الرئيس التونسي قيس عيد مع الرئيس المنسقي للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة صادق بالعيد الاستعدادات الجارية لانطلاق عمل اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية وخلال اللقاء تم التطارق إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الجهات لبيان حقيقة الأوضاع في تونس والإرادة الثابتة على المضي قدما في إنشاء جمهورية جديدة ارتفعت حصيلة عملية إطلاق النار بولاية تاكساس الأمريكية إلى 21 قتيلا بينهم 19 طفلا وفق ما أعلن حاكم الولاية هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض والمباني الفيدرالية والمواقع العسكرية حدادا على ضحايا إطلاق النار في تاكساس دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوب الأسلحة النارية وذلك بعد حدث ولاية تاكساس وفي خطاب إلى الأمة ألقاه من البيت الأبيض شدد بايدن على وجوب تشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها ولسيما الأسلحة الهجومية قالت وزيرة التقى الأمريكية جانفر جرانهولم أن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية هذا وصدرت الولايات المتحدة حوالي 8.6 مليون برميل يوميا من النفط والمنتجات المكررة في 2021 وهو ما يزيد قليلا عما استوردته بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بارستية باتجاه بحر الشرق بحسب ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء تأتي هذه التجربة الصاروخية الجديدة في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة شملت كل من كوريا الجنوبية واليابان وختاما يلتقي روما الإيطالي مع فاينورد روتردام الهولندي التسعى مساء اليوم في المباراة النهائية من بطولة دور المؤتمر الأوروبي كان روما قد تأهل للنهائي بعد فوزه على لستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف في مجموع لقاء الذهاب والإياب بينما صعد فاينورد للنهائي عقب تخطيه عقبة مارسيليا الفرنسي نهاية موجز التسعى عودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة